الآن سوف أدعو أسد عبداللطيفة السياد وزير خارجية البحرين من أجل كلمته معالي الوزراء السيدات والسادة أنه لدواعي سروري أن أشارك في تلك القمة المتميزة سيد لابيت وزير الخارجية الإسرائيلي من أجل الاستضافة الرائعة وأشكره بتلك الاستضافة الرائعة لدينا هنا في مدينة النقب وتحدثنا في الليلة السابقة عن قضايا إقليمية وعالمية هامة ونحن هنا من أجل الوقوف مع عائلات الضحايا وأنا أقوم بالمشاركة نيابة عن دولتي البحرين من أجل التعاون في سبل السلام وتحقيق الاحترام وهذا منعكس على السيد الملك حامد بن عيسى الخليفة والسيد بن سلمان الخليفة سمو الملك وهذه هي فرصة لنبني معاهدات إبراهيم 2022 وتحقيق الأمن والأمان والازدهار لكل العالم وكانت هناك حاجة ملحة من أجل تفعيل هذا الدور في المنطقة ونحن ندين كافة الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ونحطيق التعاون والاتحاد ونحتاج لتفعيل تلك المبادئ من أجل التعاون والحوار والثقة المتبادلة والاحترام المتبادل ونحقيق التعاون والاشتراك بين كافة المشاركين وتفعيل الثقة من أجل الأمن والأمان والازدهار ونحن نوري جميع العالم المنطقة أن نستطيع تحقيق ذلك مع العمل بعضنا ببعض والعمل سويا من أجل مواجهة تلك التحديات الصعبة التي كانت من المستحيل التعامل معها فرديا ومن أجل تكديد تلك التحديات ونحن من أجل القضية الفلسطينية لحل التعاون المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتحقيق سبل الأمام للفلسطينيين ولكافة الأطراف السيدات والسادة مملكة البحرين تتحرك بسرعة من أجل تحقيق تلك الاتفاقيات والمعاهدات لدولة إسرائيل ونرى إمكانية كبيرة من أجل التعاون في الثامنية عشر شهراً المنصرمة من سبل التعاون بين البلدين وهذه خطوة هامة تقوي العلاقات الثنائية وتحقيق التعاون التام مع جميع الوزرات والدول وأود شكر الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعمها ومن أجل تحقيق السلام بالمنطقة والترابط وأشكر وزير الخارجية الإسرائيلي من أجل استضافة تلك القمة الفريدة من نوعها وما حققناه اليوم شكراً لك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً